طلعوا الكمية اللي عام بتيجي مش طبيعية كمية البيجما اللي بتيجي عن جد مش طبيعية اشي مجنون يا جماعة الخير والله اشي مجنون اكس بالله اشي عن جد مجنون كل معنى الكلمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم سهايب مقطع جديد من سنجل بلاير واول اشي حاب احكي فيه مش اشكركم اعذر منكم الصراحة لانه عن جد معادكم في اشي وما صار فاعذروني يا شباب وشكرا لكم بنافس الوقت عالدعم اللي فات جدا رهيب بتاع المؤولية شكرا لكم كتير كتير مش عافيش احكي كمان يعني وكمان اسف عال اشي الوقتكم فيه انه بعد البد كان مفروض الحلقة هي تنزل ولكن للأسف يعني صارت ظروف واني انا اشتغلت اكتر من شغلي خلف الكواليس فالوقت اتأخر وبعدها انا اصابني خمول مش طبيعي يعني ما بقدر سجل مقطع وانا فيه خمول والناس الوقت فيه نوم فما عليك كيف حاول اكون يعني شوي فرش ومصحصح وبعدها ننزل مقطع وتستمتعوا بالمقطع والمحتوار رح اقدمه فان شاء الله المرة جاء لما اوعدكم باشي ما يسن معي ظروف تانية فاقدر انفذ الوعد الوعاتكم اياه فرح اعطيكم اليوم تحدي اليوم رح اعطيكم تحدي جدا بسيط ولطيف بدناش نحكي 1500 و2000 لايك لا بدناش نحكي 1000 لايك خلال يوم واحد وتاني يوم ان شاء الله رح ينزلكم كمان مقطع فا اذا حابين بكرا يكون فيه مقطع حطوا لايكات ولا تنسوا مارتو تشتركوا بالقناة اذا ما كنتم مشتركين ومنافس الوقت الحاب يشوف شرح الجولد فارم للحلقة هاي بتلاقي فيه ديئة معينة طالعة بالشاشة حاليا روح عليها وبلش غادر شرح كل شي تمام طيب اول اشي انا وقفت هون اتباكت شوي عشان ايش اسوي بالبث المباشر صار معنا انه البكاكسات تعوننا قربوا ينكسروا وبنفس الوقت حطينا مندنج للبكاكسات هاي في عندكم هون مندنج مندنج وعندكم هاد كان فيه من ابل مندنج وخلينا افرجيكم ايش سويت كمان طبع لفلي برضو صارت 43 كان لفلي اخر مرة يمكن 3 ا اربعة لما عدت اصلح الادوات تاعت وهيك فلبلت طيب اخر اشي خلينا اقلبس الالترا خلينا نروح الناب بعدها افرجيكم شو اللي سويتو او وبنفس الوقت الهبلني الهبلني اوكي دقيقة دقيقة خلينا اطلع هيك لفو الهبلني بالنسبة للشستات وقال لي سوهايب مشان الله نقوله على المخزن طبعا نقلت الاغراض على المنطقة تاعت المخزن بس المخزن لسه ما خلصته ما سويت فيه اشي رح تكونوا حلقة خاصة فيه لو طلاحزوا هون كل اشي قمته ونزلته تحت حتى سرر هادا بضبطة الانام هون بدي اصير انام وين يا شباب ناخده هيك معنا ونحطه عنا بالبيت طبعا نبنيين بيت هالكبر هادا وللأسف ما منش تعمله يعني مفروض نستعمله حتى الباب الباب هادا نكسر اخده بكسر النايات حيوان خلينا نحطه في مكان النوم صراعا مش عارف وين اخلي غرفة النوم ولكن هلب هلب الضيف اللطيف الزريف الشاشة ما كانت مظبوطة ناسف شباب عدلتها هلأ لانه هون مفروض يكونوا الغرفة لانه هون في عندكم اطلالات جدا رهيبة يعني بصير من هون وإحنا طايرين هيك نصير نخش البيت من هون بهذا الشكل افضل لنا وبصير يعني ننام بسرعة عشان ايش نقدر يعني ننام ونلاقي السري بشكل اسرع واسهل طيب برضو برضو سويتو انه نزلت الاغراض تحت كلها تحت فيه كمان شغلة نسيت اذكرها انه فيه شغلات هالا بفرجيكم اياه اشي صار خلفك وليس حلو واشي صار في البث المباشر البث المباشر ما اتابعه راه عليك الصراحة تقريبا بيش ديش اذكر يوم معين لانه صراحة اذا بدأ اذكر يوم معين خايف ما اقدرش اقفه بالوعد وما اقدر يعني اسوي بث فنحكي ان شاء الله يكون فيش جدول للبثوث اوكي ما فيه جدول للبثوث بكون اهمتو مفضيت انا منسوي بث ونحب ننبسط مع بعض وكل الشي تمام طيب في لكم هون الاغراض كلها نزلتها هون اغراض كتير حتى هون وينو حطيت انا هون الشرقرات التي حتى الشرقرات اتجمعتها عشان نسوي فيها المشروع تا اليوم اللي هو الكلفارم اه..حطتها هون فالله يعني هلأ انطلعهم توقع شقر هاد لا تصدقوا اغراضي بش ينبيني الشرقرات توقع شرقراتي الشرقرات وديتها خلف الكواليس على منطقة البدة اسوي فيها الكلفارم فحاليًا شو رح أسوي؟ رح أفرجيكم من وين جبت كتاب المندنج جبت كتابين مندنج الصراحة ونجد بقى سوينا بالبث الفباشر أجاءنا البلجر فدبحته وبرده أجاني الريد فسوينا بالريد وبرده أخدت سوبر أوف ذا فيلج هاي اللي بتجيكم دائمًا وكان في عنا هون بلجر بآخر مقطع مقطع بشبث كان عنا هذا يبيع الاستاذ اللطيف مندنج وضربناه مرتين بالغالسة يبيعها بدل 16 و 21 لما سوينا هيرو اف ذا بلج نزل السعر بدل 16 صار 12 فجبنا كتابين أو ثلاث كتب والله ناسا قديت جبت بالبث مباشر المتذكر الحضر البث ياريت تكتبلي في التعليقات لأنها الصراحة بانستة كتير صعير طيب في عندكم هدولة التنين ما لهم مش فايد للصراحة بس منقدر نتقائد معهم بالورق لأنه عندنا شقر كتير نحاول نسوينا برضه بالمستقبل شقر فارم راح تفيدنا كتير انه نجيب فيها امرولد كتير طيب برضه فيه كمان شغل الكل بذكرها الكتير كتير بتذكروها يا شباب اللي هو على الرسل السباك انا مش فاهم شو الرسل السباك اللي باستخدم انا ما باستخدم الرسل السباك يا شباب فيه ممكن يقولولي يا سوايب عندك الجراس لونه أخضر حلو معرفش هو المنطقة الان بويم اللي عايش فيه ممكن الجراس فيه حلو حتى هداك اللي بسه أحلى وأحلى هاته شوية فاتح جاي مش كتير حلو ونفس الوقت حاطت انا الرسل السباك اللي بيجي من ماينيكرافت نفسه بواحد باصدارات واحد ارباطاش اتوقع فيه رسل السباك حاطينه ماينيكرافت اللي هو الديفولت حطه انت وكل شي تمام رح يصير عندك تحت الاصدار واحد ارباطاش باعرفش الصراحة فهدا الاشي رح حبيت اذكره بالنسبة للرسل السباك طبعا انا اشي رجعت هون والله انا لما قاعد احكي يا شباب والله بنسه وبس رح طيب فيه كمان شغلة لادية افت nessa اجيبها قبل ما نروح نعمل الجودة فارم اللي هي شغلة بسيطة الصراحة اللي هي عند السلاحف اللي هي بيض السلاحف لانو الجودة فارم هاي بتعتبر الاشي الاساسي فيها لل Varm هاي اللي هو بيض السلاحف لانه البيض السلاحف انتو انو الزومبي بحبي يجي يخربها او يكسرها او ينطنط عليها فنفس الاشي بالطبع هدا الاشي على اللي هو الله على سيدنا محمد الجودة فارم او على الاおい فراح نستغل هاي الاشي في القولد فار برضو فيه كمان شغل هلا اذكرتها انه لازم نجيب غلاس او الزوزاج من المخزن لان انا كلنا نزلته هون ونسيت وبرضو نوصل الوقت ان نحتاج نجيب الالوان تاعتها ففي عندنا هون شوركر فاضيطه اعطيني اياه شكراً اليك طيب خناها نجيب كل الازاز ونحطه كله كامل لانه منحتاج غلاس كتير احطه هون اعطيني كمان نحط هذا هون كمان والاغراج التانية هاي نحطها برضو هون ضل علي ايش اجيب الالوان بيحتاج هذا اللون لهذا اللون الاصفر البرتقالي برتقالي ما فيه اتوقع عن البرتقالي بس حاطه انا بالشستات هون والمشكلة كلها عشوائية سويتها انه حاولتها سوي بسرعة وعطينا الشرقرات هدور بستفيد منهم هلا فوق ايش بحتاج السهيب كمان بحتاج خشب السبروس كتير منه راح نسوي منه تراب بدور كمان ويش راح نسوي يسو هاي بحتاج اللون اعطينا لون الاحمر فيه كمان هون لون احمر فيه هون شفت ورود اعطينا ورود الحمر كمان بنحتاج الورد الاصفر انا متأكد انه سويت منه جبت منه استاكين اعطها كاثرهم بالبون ميل لان بتاعب الورود الكبيرة بتاعب تكاثرها بالبون ميل يعطيك يعطيك نفس الورد في عنا مصدقة الورود روحت لها غاد وعطت حط البون ميل غاد وجبت اللي استاكين من كل نوع ورد جبت من الاحمر والاصفر لانه ازدمشت من اللونين هدول بصير معك لون برتقالي ونسوي الوقت نحتاج اللون اللي هو السكني عشان نسوي لون السكني نحتاج لون الاسود اللون الاسود بش ملاقيه هلا لا انا الصراحة خايف ينقص علي الالوان حلو اللون الاصفر لانه نسوي منهم اتنين ادمجهم يصير لون برتقالي فدروح اسوي ايش اجيب لي اللي هو اكاثر من اللون الاصفر كمان من منطقة المزارع اعطيه شفر حطيته بالغلط بس اللون الاسود اتوقع اتوقع الحد العلمي انه اخدته ووديته في منطقة الجولد فارم انه جهاز الوضع غاد ان شاء الله يكون مزبوط جهاز الوضع ما يكونش جاي بالعيد انا الصراحة اللي احطه هده هون ومعنا اندرشست تمام بس خنايا اروح اجيب الورود ومبال ليش نروح على نسوي مشروعنا عن جد المشروع هاد اتوقعته يكون سهل ولكن اللي اكتشفتو انه صعب ليش عشان ابدأ اسوي له ديزاين معين او شكل معين باش انه باش انه استخدم من البلوكات الستون والكبلستون وشغلات هاي لا حاب استخدم اللي هو بلوكات نوع معين من البلوكات واسوي شكل معين وان شاء الله راح اشوفوها بالحلقة هاي ويكون منظره جدا رهيب واسطوره ويعجبكم نفس الوقت وبهيك ومكون جبنا ستاك من لون هادا لون الاصفر طبعا لما تحللهم بيعطيك الضعف الدبل ايش هادا الشي ممتاز خلينا هلا اروح اطير على الجولد فارم او على الفوق البدروك عشان نسوي الجولد فارم اوكي لانتقل اجزئيه هاي بالنسبة انه نشوف شرح الجولد فارم حاليا راح نبلش فيها وبناس الوقت حاب احكي لكم كم من شغلة بالبداية لا تنسى اللايك يعني عشان يعني تقدر تعب بتعب الصراح عشان نسوي الجولد فارم هاي وعطيك الشرح مبسط وكتير حلو واذا حاب تشترك بالقناة بتشرفنا برضو بناس الوقت وفي شغلة هاني حاب بنبه عليها هذا الشرح بزبط لـ 1.14 و 1.15 و 1.13 فان راح حط بالعنون انه 1.14 و 1.15 لانه بزبط على 1.15 لاني انا بنيت القولد فارم قبل التسجيل بحب ابني الاشي قبل التسجيل ليش علشان ما يكون فيه اشياء غلط كل شي يكون شغال 100% فهذا الشرح بزبط لـ 1.15 وفيه كمان شغلة اللي هو احنا كسر البدرك اذا كنت شايف مقطع كسر البدرك وجاي على المقطع هاد طريقة كسر البدرك بتزبط على 1.15 كمان وفيه كمان شغلة حاب احكيها انه طريقة كسر البدرك بتزبط على 1.15 و من نفس الوقت ممكن ما بتحتاج طريقة كسر البدرك بس بتحتاج تسوي القولد فارم كيف تطلع على فوق؟ طريقة تطلع على فوق سهلة كتير بتقدر تسويها وتقدر تشوف لها شرح او بتقدر تشوف الشرح اللي فات وبعد ما تكسر البدرك تيجي على المقطع هون ليش؟ لانه فيه ب 1.15 نضاف اشي جديد انه بتقدر تسوي بوابة الندر فوق وتحطها تحط بمنطقة العلم العادي بوابة تانية بتقدر تخش وتطلع نفس فوق البدرك تيجي عادي مش عايف هل هو قليتش ولا هم عملو بواحد باصدار 1.15 فحاليا انا رح استخدم بلوكات هاي اوكي انت بتحتاج انا جايب بلوكات لون معين لا احاب استخدم اللون معين هذا اذا حاب انت ما تستخدم اللون هذا بتقدر شو اللي تسوي تجيب الستون قبل الستون بتحتاجه بالنفس الوقت بتحتاج الهبرات وتحتاج اللي هو تجيب كاربت لان ما نحط الهبرات نحط فوق الكاربت عشان ما يرسبنوا فوقهم البيقمن اوكي عشان بس يرسبنوا محل ما بدنا اياهم يرسبنوا طيب وبتحتاج بالنفس الوقت الاشي الاساسي للفارم هاي اشي اساسي الايج تاع السلاحف هذا اشي جدا اساسي بتحتاجوه بتحتاجوه اذا غيرو ما بتزبط معكم الفارم لازم تجيبوا الايج كيف تجيب البيض هاد السلاحف جدا سهل بتروح بتدوره على منطقة فيها السلاحف بتزاوجهم بعد ما تزاوجهم تستنى شوي بتقعد تبيض لما تبيض بتجيب السلاحف تشتاعك زي الشاطر وبتقصر البيض وتجيب البيض طيب اشتا كمان بتحتاج برضو غلاس لانه ازاز بتحتاجو مهم 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 طيب انا الالوان الشيكلي بتجيبها اللون الاسود الشيكلي راح ارجع ايجيب اللون الاسود والشيكلي انا افاتح عليه وبشايفه خلينا احط ارتب الاغراض هون احط الالوان هون اوكي باكي شباب للاسف 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 ما اليوم مرة للاسف كنت عم بحاول اعمل الشرح بطريقة مميزة كيف تبني القولد فارم ولكن للاسف ما ضبطت معاي بنات القولد فارم على اساس انه الريبلاي مود عم بسجل لما جيت عملت سيف للريبلاي مود اجاني زي صفحة واشي غريب لانه عدت تقريبا سعتين ونصبا ابني القولد فارم اياه ثلاث ساعات حتى ونقصت على هاي بلوكات روحت جبت بلوكات وبنيت وخلينا اشرح لكم ومبني للاسف يعني بس هادر بقدر اسويها الاشي يعني بقدرش يعني اكسر كل بنيت وهذا يروح تعب عشي فاضي سامحوني اولي اشي بتطلع 83 بلوك لفو انا حطيت لادر او بتقدر انت بعد ما تطلع لفو تكسروا عشان اذا معاك الترا بتطير زيي يعني زي الحالة هاي انا بتطلع بس بطل استخدم اللادر ولكن ممكن يكونوا مخلص علي فارورك فبعد ما تطلع 38 بلوك لفوق اللي بتسوي تبني بلاتفورم عرقم 83 بتمشي بلوك بلوكين 3-4 بكل اتجاه بعدين بتوصلهم بصير عندك المربع بالشكل هاد بعدين تطلع بلوك بلوكين 3-4-5-6-7 بلوكات وبتعمل بلاتفورم بلاتفورم من الهبرات برضو اربع بلوكات ولكن مش اربع هبرات تتحط هون بدك تعملها زي الزائد خلاني اطلع فرجيكم بتعملها زي الزائد هون عشان هاي رح تكون اشي ميت مش رح نستحط فيها هبرات لانه ميتة بتكون فرح نطلع فيها كلاس لفوق بهذا الشكل حتى من جوه من داخل حط كلاس احصل لك يعني وافيض لك مهم جدا تحط الكاربت لانه ممكن يرسبن عليها بيجمان ويخرب لك الرسم اللي فوق طيب وملاس الوقت تحت برضو بتحطوه الكاربت عشان ما يرسبن عليها بيجمان بعدين المتعارف عليه يعني الموبز بشكل عام عندها 24 قلب وكل بلوك بتنزله تحت تدمج قلب فاحنا بذل ما يطلع 24 طلعنا 25 بلوك لفوق بعد ما تطلعوا 25 بلوك بعد ما تطلعوا 25 بلوك تيجوا هون ع رقم 25 شو بتساووا تبني بلوك بلوكين بكل اتجاه بلوك بلوكين تعفوا انتو ايش اكيد طلوتوا بلوك بلوكين ع شكل زائد بتعملوا بلوك بلوكين بلوك بلوكين طبعا بابنين بكل راحة بعدين بتعملك هون مربع بعدين المربع بتكسر هدول خلص ما بتحتاجهم هدول عشان بس تعمل المساحة هاي لمربعها تعرف كيف تعملها بعدين بتعمل الدائرة المفروض تعمل الدائرة في رابط تحت بتلاقوه في الوصف حلو انكم كيف تسووا الدائرة على 49 وبتلع لكم الدائرة طبعا انا حاليا خلينا بس انتقل على المتصفح حاليا احنا بالمتصفح الرابط رحط لكم اياه هذا في الوصف طبعا لكل اغلبكم يعني اللي على الموقع هادي بشان الله حطلنا اياه وعلمنا كيف نستخدمه طيب حاليا اول ما بتفتحوا الرابط رح يتلعكم بهذا الشكل فبتنزلوا تحت بتعملوا هون بتخلوها على 49 وبرضو تحت على 49 بعدين بسروا عندكم هذا الشكل بعدين شو بتسويوا بتروحوا هون عشان اسهل لكم تصار عندكم 2D لما تصير عندكم هون 2D خلاص هون تسهل عليكم العملية كيف تسويوا الدائرة انا بحطها عندي شاشتين بحطها بالشاشة التانية وبلش ابني فبتطلع وببني ومش رح اغلط طبعا ممكن بالبداية انتو تغلطوا ولكن انا عشان متعود على الموقع هادا كنت بالبداية اغلط حلو بعدين خلاص بطلوا تغلطوا وستعملوا بكل اريحية وثلاسة طبعا عندكم هون تصوح على طبقة واحدة على طبقتين على ثلاثة اللي بريحكم انا عملتها عشان عامل يعني ديكور وحركات وبركات عملتها على اربع طبقات بعد ما تعمل الطبقة انت اللي بتحتاجها مثلا انت بتحتاجها حاليا طبقتين عين وراسة بعدين اخر اشي تسوي بين كل طبقة وطبقة تطلع وبعد البلوكين تبلشتوا بنليش لانو في عندكم ممكن يرصبن لكم اندرمان يخرب الرصبنة فاحنا بنحطها على البلوكين عشان الزوم ببيجمان هادا برصبن على البلوكين فقط لغير بقدر يرصبن على البلوكين اذا عملتوا اكتر فممكن يرصبن لك اشياء كتير فما بتحتاج هذه الاشي بس خلينا اطلع لفوق بعدين شو بتسوي انا عامل حركة هون بتقدر بتسويش الحركة هاي انا عشان عاملها زي الديكور وكلهم مشكلة كله كان بالربليمود ابني كنت حابب احكي وانا اعمل بالربليمود اهد احكي ولكن للأسف يعني ما ضبطت معاي طيب بعدين بتعملوا كمان دائرة زيها بالزبط طبعا لما تعملوا اكتر من طبقة بسهل عليكم المرة الجاي البعدها يعني على طول بتقعد تمشي على نفس السيستم اللي تحتها يعني بتقعد تبني وانت شايف اصلا كيف الحواف تيجي طبعا انا بنصحكم تمشوا اول اشي تعملوا الحواف بعدين تقعدوا تتعبوا المنطقة الجوا فهاي بتسهل عليكم جدا كتير بعدين اخر اشي بتطلعوا بلوكين على البلوك الثالث بلشوا تعملوا حطوا بلوك لغلاس اذا حطيتوا بلوك تاني ممكن رصبن فالغلاس معروف انو ما برصبن اشي عليه حتى يعني انا هون هلا بالبداية ازا بدي اقفق باجي هون بدون ما اعمل بلاتفوم كمان لفوق او اصوي له غرفة لا ما بحتاج اشي خلص فش انا بكون بالامام بالسافتي انو مش راح يرصبن اشي طبعا خلصنا احنا الفارم بس بضل علينا اشي واحد اشهول اشي الواحد الضايل يا صهيب حاليا راح افرجيكم اياه بس يعني راح نبلش من فوق لتحت او في طريقة تانية ممكن هي تكون شوي غوش اللي هي تروحوا تعملوا اوبشن تعملوا هون تحطها على بيسفل تسوي هالحركي ازا بتكمش ازا انتو على سيرفر والسيرفر ما بسمح لكم ان تسوي الاشي بيسفل اللي بتسوي تقدر تسوي يجيبو لكم ديرت حلو يجيبوا ديرت تلفوا حوالين المنطقة هاي المربع عشان ايش نحط هلأ البيض السلاحف بس قبل ما نحط بيض السلاحف نحط التراب دور هون لما تعمل التراب دور بتحط التراب دور على كل الجهات من المربع هادا طبعا هون مش راح تقدر تحط التراب دور طبعا التراب دور هادا كله نحطه حاليا بعدين راح نسكره حاليا راح نخليه مفتوح عشان ما نوقعش ونزل تحت بكون اسهل عشان تحط التراب دور وهيك بنكون حطيها التراب دور على كل الطوابق بعد ما تعملها على كل الطوابق او الطابق اللي انت حاطه، شايفين هذا الليل عطول بقع غبي، غبي هلا هون بكرو ايش، البيجمان بكرو هذا انه بلوك كامل فانت لما تفتحه، فبسير يوقعه منه طيب بعدين شو بتسويه برضه بتحط بهذا الشكل من هون برضه ترابدور وهون راح تقدر تحطوا درابدور فايش راح تساويه تحطوا بلوك وتحطوا درابدور عليه عشان تقدروا تحطوه وتفتحوه بهذا الشكل وبنفس الوقت تحطوه على كل الزوايا المفروض تحطوه على كل الزوايا عشان يفكروا انه بقدروا يمشوا على البلوك هذا ويروحوا عند البيض طبعا البيض مش راح نحطوه هلأ هلأ كمان شواء راح نحطوه مع بعض بس خلينا نخلص هاي لسه مش حطين البيض وعادين بوقعوا زي الهبايل اوكي؟ زي الهبايل عادين بوقعوا ولسه مش حطين احنا البيض طيب كيف نحط طريقة البيض؟ طريقة جدا سهلة راح نحط البيض بهذا الشكل لو تلاحظوا هون بس خلينا نفرجي لكم راح نحط البيض انه على مستوى نظر البيجمان يعني حاليا احنا ما بنحط البيض هون او نحطه هون لا راح نحطه على مستوى عيون البيجمان عشان يقدروا يشوفوه ويجوا انه يحاولوا يكسروا فرح نحطوه بهذا الشكل هون زي ما شايفين طروا كيف عم بيجوا بحاولوا يجي على البيضة انه يخربوها زي الهبايل فرح يسووا انه يوقعوا تحت ويسيروا يموتوا على طول ويجوا ونزلوا الهو القول تبعهم ونستفيد منهم فحاليا راح سوي راح اكمل على كل الطوابق وانتو نفس الاشي اذا عملين طابق خلاص بتكونوا انتو خلصتو وانسا باش عملين طابق تاني تقدر انتو اتكملوا فحاليا انا راح اكمل وهيا اقربنا نخلص نحطهم والله ضعبوني الصراع عشان عامل اكتر من طبقه بعدها شلو تسووه تسكروا كل تراب دول ازا بهذا الشكل وبعدها حالما انت جيت وطلعت حاول يعني رجع كل شي زي ما كان وبعدها اترك القولد فار وانزل تحت طبعا انتو حسب بتكم تعمل الهبرات بالشكل اللي بيجيبكم او بالشكل اللي راح اسويه كمان شوي انا بتشوفوه واذا عجبكم تسووه نفس الطريقة عشان تقدر تجيبوا وطلع هذا كيف علق الهبيلة عشان تقدر ترتبوا القولد تاكم طب فيه هون برضو بشكل انا ناسي اسكر التراب دور هاد ايوه هي كل شي تمام وبعدها الشكل بنكون احنا خلصنا قولد فار مية بالمية حلو بس ايش ازا بتحبوا يعني انتو حلو ازا بتحبوا تعملوا الهبرات بالشكل اللي راح اسويه انا طلعوا انا عملت هون السايفين هدول الزوايا نزلتهم لتحت حطيت رياسات 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 رايش اللي عم بيصير طلعوا الكمية اللي عم بتيجي مش طبيعية كمية البيجما اللي بتيجي مش طبيعية اشي مجنون يا جماعة الخير والله اشي مجنون اكسم بالله اشي عن جد مجنون بكل معنى الكلمة انا شلو اللي سويتو جيت حطيت هيك بهذا الشكل بلوك وسكرت وحطيت بلوك وحطيت الهبر عليه طبعا بتجيني ضربات من كمية البيجما اللي بتنزل حاليا وبعدها شلو تسوي حاولوا جيبوا مثلا شستات بهذا الشكل هون الشست هون والشست الثاني ليزا عشان ينزلوا كل الشغلات عندهم هون ومناصل الوقت على الشست هادا وبرضو هون كمان وبرضو مناصل شكل هاد وبعدها شلو تسوي المشكلة فش معي انا خشب راح اجيبلي كمية شست زيادة حلوه؟ عشان افرجيكم كيف الطريقة راح اخطها فيها الهبرات طيب انا حطيت الهبرات بهذا الشكل بس خلي انا فرجيكم تركت واحدة عشان انا فرجيكم كيف عملتها بهذا الشكل عطول بنزل كل الايتمات لتحت و ببلشي عبي الشستات من تحت لفو بعدين ما بياخد حيز كتير لو طلعز انتو مش مااخد حيز عندي مناسب الوقت اذا في المستقبل بحب اسوي فلتر او بتحبوا تسوي الفلتر انتو لحالكم في بحطو لكم رابط شرح الفلتر تحت في التسكريبشن اذا بتحبوا تسوي فلتر انتو بتحبو بتحبوش بتحبو تعمل الطريقة الهالي التقليدية العادية سووها ممكن ما بتحتاجوا اصلا الفلتر ولكن انا بتسوي هاي بشكل مؤقت بعدين ممكن اسوي لقدام الفلتر طيب اللي سويت وحطيت دابل شست هون على الهبر النازل لتحت اللي بيعطيه الايتمات بعدين بتيجي هون بتعملك درجة حلو بعد ما سويت درجة بتنزل كل الشستات لتحت لاخر اشي لحد ديت ما بدك توصل يعني بتنزل بتنزل حتى البلادفور ما ازمدتكم هاي تنزلوها لتحت تقدر تنزلوها ولكن انا حاليا هادا اللي بحتياجه كمية ازيادة عن اللزو بعدين شروه بتسوي تضغط شفت وبتعطي الهبر بهادا الاتجاه واحد اتنين ثلاثة اربعة وهيك كونو انتو خلصتو عطول ببلش ينزل ايتمات لتحت لو طلعوه زياد بنزل 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 طبع انا حاليا بتحاول اطلع افك اوكي يا جماعة الخير افكت تقريبا ساعة تقريبا ولكن مساعة تقريبا ساعة ولطلعت فيه محصول جدا رائع خلينا فرجيكم اياه وخلينا اسوي بلوكات معاكم طبعا هون كله روتن فلش ما بحتاجه او ممكن اخدوا اتقاد معا بالفليجر عنا فيلجر في اتقاد معا بالروتن فلش عشان اعطيني امرض ممكن استفيد منه بس خلينا اسوي برجيكم الكمية اللي جمعتها من القولد كمية عن جد جدا رهيبة وعن جد يعني هيك بصير لانها قولد لا نهائي فعليا هادا قولد لا نهائي صار عنا فعليا بكل معنى الكلمة خلينا اسوي بلوكات تسعة وثلاثين بلوك تقريبا خلال ساعة هذا اشي جدا اسطوري يعني اذا رحت حطيت حالي عفقت وروحت تمت ورجعت ممكن لها عندي ستاكين بلوك حتى يمكن الشستاتة دول يكونوا متعبيات فل وبقدرش اصلا استخدموا فعن جد عن جد الاشي هذا جدا اسطوري طلع فشكرا لكم على المشاهدة لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة كان معكم اخوكم صهيت شوفكم بالخلقات الجاي بامان الله